السلام عليكم أصدقائي معكم عادل من قناة الدقاء التقنية رسميا شركة جوجل أطلقت هواتفها الجديدة البيكسل 9 ومن بين هذه الهواتف التي أطلقتها شركة جوجل هاتف البيكسل 9 برو اكس ال هاتف متميز ويقدم تحسينات مقارنة بالجيل السابق حيث يملك شاشة كبيرة مع نظام كاميرا متميز جدا ويأتي بميزات الذكاء الاصطناعي متطورة ورهبة ملا خلينا نشوف المواصفات الكاملة للهاتف مع السعر وهل سيكون بطل الاندريد الجديد في الفين واربا وعشرون فقبل أن نبدأ الدعم الدعم خوتي ما خسر والو دير لايك ودعم هذا المحتوى التقني المفيد أولا نتميز هاتف البيكسل 9 برو اكس ال بتصميم متميز صراحة وهذا رأي شخصي الكاميرا الخلفية بارزة قليلا على الظهر ولكن يبقى تصميم جميل يتميز أيضا بواجهة أمامية وخلفية من الزجاج من نوع كوريلا غلاس فيكتس 2 وسنجد إطار مصنوع من الألمانيوم يبلغ قياس الهاتف يعني طوله 162.8 مم وعرضه 76.6 مم مع سمك 8.5 مم ويزن 221 جرام ويأتي بأربعة ألوان أنيقة لون البروسلين والكوارتز الوردي واللون البونتقي واللون الأوبسيديان صراحة ألوان متميزة جدا الهاتف يدعم مقاومة الماء والغبار بمير الاي بي 68 ويدعم أيضا بطاقة الأي سي صراحة تصميم مميز من جوجل وأنتم ما رأيكم بالتصميم هل أعجبكم أم لا شخصيا أعجبني هذا التصميم يتميز أيضا هاتف البكسل 9 برو اكس ال بشاشة أولد ممتازة تاتي بحجم 6.8 إنش تدعم وعدل تحديث 120 هرتز مع دعمي لتقنية الال تي بو او رح تقدم لك سلاسة وسرعة في التصفح أو التنقل بين التطبيقات كما تدعم الشاشة نيزة الاش دي ار تانبلاس للحصول على ألوان نابضة بالحياة وجميلة تمتاز الشاشة أيضا بسطوع متميز يصلة الثلاث نيتس لذلك رح تكون مميزة تحت شعة الشمس الساطعة وماشا رح تعاني عند استخدامها في الخارج أيضا حواف الشاشة تبدو قليلة على الجانبين وهذا ما يعطي تجربة مثالية لمشاهدة المحتوى ورح تقدم لك أيضا ألوان واضحة الشاشة تأتي بدقة عالية 1340 في 2992 ناب بيكسل تدعم كثافة بيكسلات 486 ناب بيكسل لكل إنش تدعم أيضا خاصية الالويز اون تي سي بلاي ومن ناحية الأداء سنجد معالج جديد وهو التنسور جي أربعة من شركة جوجل والتي تم تصنيعها باستخدام عملية تصنيع 4 نانومتر ويأتي ب16 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي ويأتي بعدة خيارات للتخزين 180 جيجا إلى 1 تيرا بايت الهاتف رح يقدم أو يوفر تعدد مهام سلس ورح يتعامل مع المهام الصعبة بشكل جيد هذا المعالج الجديد من شركة جوجل أفضل من معالجها السابق ولكن مقارنة بمعالجات كوالكم أو ميديا تيك صراحة فهو ليس الأفضل والأقوى حيث تحصل في منصة الجينباش في النواة الواحد على 1950 نقطة وفي النواتين تحصل على 4655 نقطة في منصة أونتو تحصل على حوالي مليون نقطة لذلك الهاتف رح يقدم تجربة ألعاب جيدة ولكن مقارنة بالسعر سنجد معالجات أخرى أقوى منه بكثير كمعالج سندراجون 8 الجيل الثالث ومعالج الدمسي 9300 بلاس هذه المعالجات أقوى بكثير والذي يجد مقارنة صراحة بينهم يعمل أيضا هاتف البيكسل 9 برو XL بنظام الأندريد 14 مما يوفر واجهة مستخدم نظيفة وبديهية وماشي رح تعاني من أي مشاكل أثناء الاستخدام أيضا ركزت شركة جوجل على ميزات الذكاء الاصطناعي ومن بين هذه الميزات ميزة الجيميني لايب مولد الصور البيكسل استاديو رح يتيح لك إنشاء صور كاملة على الجهاز في غضون ثواني قليلة بناء على مطالبات نصية توجد أيضا ميزة كاميرا تسمى أضفني يعني إذا صورت أشخاص وأنت لست معهم تقدر تضيف روحك معهم بدون ما تصور معهم صراحة هذه ميزة ممتازة ورهبة من شركة جوجل وكان أيضا العديد من الميزات الأخرى يتميز أيضا هاتف البيكسل 9 برو اكس ال بمنظومة كاميرات احترافية بمعنى الكلمة صراحة سيكون من أفضل الهواتف الأندريد لهذه السنة من ناحية التصوير سنجد ثلاثة عدسات في الخلف الرئيسية بدقة 50 بيجابيكسل رح تقدم تفاصيل مذهلة والشيء المميز أنها تدعم ميزات مثل البيكس شفت والإليترا اش دي ار يعني الصور رح تكون واضحة جدا الكاميرا الثانية وهي انتعة تقريب تأتي بدقة 48 ميجابيكسل تدعم تقريب بصري 5 اكس وآخر كاميرا للتصوير الواسع تأتي بدقة 48 ميجابيكسل أيضا سنجد أن الكاميرا الرئيسية تدعم تصوير الفيديو بدقة 8 كي بمعدل 30 اف بيس وآما كاميرا السيلفي فهي مميزة أيضا تأتي بدقة 42 ميجابيكسل رح تقدم صور عالية الجودة وتدعم أيضا تصوير الفيديو بدقة 4 كي صراحة هذا الهاتف سيكون مميز من ناحية الكاميرا خاصة مع ميزات الذكاء الاصطناعي رح تقدم تجربة مذهلة ومذهلة جدا وأما من ناحية البطارية فتأتي بحجم 5060 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 37 واط فقط رح يشحن الهاتف 70 بالمئة خلال نصف ساعة تقريبا ويدعم الهاتف الشحن اللاسلكي العكسي البطارية ده هو جيد ورح يكون جيد في المهام العادية ولكن سرعة الشحن مقارنة بالهواتف الأخرى فهي ليست الأسرع وأما سعر الهاتف يبدأ بسعر حوالي 1000 دولار تقريبا 20 مليون على العمو هاتف البكسل 9 برو اكس ال صراحة هاتف متميز خاصة منظومة الكاميرات رح تكون احترافية أيضا يتميز بالعديد من ميزات الذكاء الاصطناعي ويأتي بشاشة بحجم كبير مع تصميم صراحة أراه شميل ولا ننسى البطارية ولكن السؤال المطروح هل سيكون منافس لبقية الهواتف في أجل السعرية رجاء شاركونا رابطة تعليقات دمتم في رعاة الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر